اشتركوا في القناة رؤية رياضية بصبغة انسانية جسدت على ارض الواقع لنشهد هذا الملتقى ملتقى الاجيال كما اطلق عليه في بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد يبزغ فيه الشباب والفتيات من مختلف الفئات المجتمعية ذو الاعاقة في هذه الفعالية لم يعقهم من المشاركة في هذه البطولة شيء بل كان هذا التجمع الرياضي بلسما لرغباتهم المتعطشة فراحنا بعودة البطولة هذه يمكن الكل في الفريق كان يسأل متى ترجع البطولة متى ترجع البطولة ما كان فيه إجابة ولكن يعني بمجرس ما أنا خبر عودة هذه البطولة بالعكس الكل كان متحمس المشاركة في هذه البطولة بوج الشيك الجزيل لسمو الشيخ خالد بن حمد على رعايته لهذه البطولة والبادرق يعني غير المستغربة من سموه لرعاية هذا الفئة في المجتمع اللي كل يوم قاعدة تثبت سنة عن سنة أنها تملك الكثير من المكانيات والمواهب اللي تحتاج لنا مجرد سلط الضوء عليها نطمنكم يعني اللاعبين الموجودين واللعبة بشكل عام نحن مو موجودين للاسي سلامتهم ولعلاجهم تألق ونجومية تخللتها روح المنافسة والإثارة فرق قاتلت منذ البداية حتى تظفر بلقب هذه البطولة الآن وصلنا إلى المرحلة قبل النهائية نتمنى إن شاء الله أن نحوز على لقب البطولة بغض النظر إن كنت من أفضل الهدافين أم لا نعم كنت في المرة السابقة أنا هدى في الدورة ولكن الآن أطمح أيضا إلى نيل لقب البطولة وكذلك إلى تسجيل المزيد من الأهداف وأوجه شكري الجزيل إلى سمو الشيخ خالد شكرا بفيصل ووسط الأضواء الإعلامية تسابقت التغطيات الصحفية والمرئية لرصد تفاصيل هذه البطولة التي أعدت لها اللجنة المنظمة إصدارات مطبوعة وإلكترونية خاصة بها طبعا من إصداراتنا أول شيء بدأنا بكتاب افتتاحي تضمن كلمة السمو الشيخ خالد وكلمة سعادة الوزير بالإضافة إلى النسخ السابقة كاملة أيضا من إصداراتنا طلعنا بنشرات إلكترونية تعتبر أول مرة نطلع فيها احتوت النشرة الإلكترونية في عددها الأول والثاني على أخبار رعاية سمو الشيخ أيضا على بعض من أقوال سموه بالإضافة إلى أخبار لمباراة دوري المراكز الشبابية ودوري العاقة والفتيات وأيضا فيه كتاب ختامي إن شاء الله يوزع يوم الحفل الختامي ترقب وانتظار على هذه الصالة التي تحمل اسما كبيرا أيام قليلة تفصلنا عن ختام هذه المناسبة ملتقا يضم في ثناياه أسمى صور الإنسجام المجتمعي اجتماع لا يهدف إلى التلاقي الرياضي فحسب بل لإبراز جوانب وطنية وإنسانية ذات حضارة ورقية لتلفزيون البحرين صالح يوسف اشتركوا في القناة